موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المختار وعلى آله الأطهار وعلى صحابته الأبرار الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا عفو يا غفار يا من لا تدركه الأبصار اعتق رقابنا من النار بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأحباء ومتابعي برنامج دروب الخير الأعزاء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا معكم وبكم لنسير على درب جديد في هذا اللقاء الجديد هو درب الرعاية هناك فئات تحتاج منا لرعاية خاصة لضعف طبيعي لضعف طبيعي أو لمرحلة من مراحل العمر مرحلة الطفولة مرحلة الشيخوخة يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف و شيبة يعني مرحلة الشباب هي مرحلة القوة بين الضعفين ضعف الطفولة و ضعف الشيخوخة لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حثنا أن نرعى بعض الفئات رعاية خاصة فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يعطي حق كبيرنا يعني يعطيه حقه من التوقير و من اهتمام و الرعاية بالنسبة لكبير و بالنسبة لصغير يعطيه حقه من الرحمة و من المؤانسة و من الملاعبة و من المداعبة و ما يحتاجه في تلك المرحلة و من الحنان و من العطف مهما كان هذا الصغير لأنه له يعني حاجات خاصة غير الحاجات التي يحتاجها الشاب وغير الحاجات التي يحتاجها المسن لذلك مهم جدا أن يعرف الإنسان كيف يتصرف مع هذه الفئات لأن تكون حساسيتها مفرطة وسأركز خاصة على المسنين لأنه يكون أكثر حساسية لأنه أدى رسالته وأعطى ما عنده وبذل يعني كل طاقته وكل جهده وكل وسعه واستفرغ الوسع في ماذا من أجل العمل والكد لخدمة شأن أمته وبلاده وأهله وموطنه وأبنائه وبعد أن أدى هذه الرسالة لابد أن يكون في محل التوقير ومحل الخدمة سيدنا موسى عندما جاء ماء مدين بئر مدين يعني ووجد الإمرأتين يعني بعيدين على الزحام وعلى القوم قال ما خطبوكم قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير يعني ولدنا راجل مسن لا نتركه يعني يباشر هو هذا السقي وهذا جمع الماء فيعني سقالهما المهم الاهتمام كان منصبا على كيفية توفير الراحة وخدمة ذلك الرجل المسن والد المرأتين أو البنتين انصح التعبير ثم كذلك يتحدث المولى جل شأنه إما يبلغن عندك الكبرة هناك مرحلة خاصة تحدث عن البر بصفة عامة بالولدين وتحدث عن مرحلة الكبر بصفة أخص إما يبلغن عندك يعني فيها دلالة على أن المسن لابد أن يكون في الأسرة يبلغن عندك الكبر يعني في بيتك وليس في دور الرعاية التي ربما يعني إذا كان إنسان فاقدا للسند وهذا لا يليق في مجتمعا مسلم أن يعني يكون المسن وحده لا يجد من يؤانسه لا يجد من يجالسه لا يجد من يخاطبه أحيانا يعني أصبحنا مثل بعض البلاد تجد فيها ناطحات السحاب ومع ذلك يموت المسن في شقة لوحده لماذا لأنه لم يجد من يناوله يعني كوب ماء أو لم يجد من يناوله حبة دواء أو يتخذ قطة يحادثها أو يتخذ كلبا يؤانسه ويجالسه فهذا كله من باب الإساءة لكبار السن وعدم إعطاءهم حقهم الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس من من لم يرحم صغيرنا ويعطي حق كبيرنا تعطي حقه في الاهتمام وفي الرعاية الجاحظ عندما كبرى وجاء بعض تلاميذه يريدون زيارته وعيدته قال لا تزورني قيل لماذا قال شق مائل ولعاب سائل ولون حائل قال لهم تغير شكلي وتغير لوني وتغيرت يعني كل ظروفي فمع ذلك كان من برهم به أن أنزاروه وأن أنسوه وأن يعني أحاطوا به لماذا هذا من الحقوق ويعطي لعلمنا حقه لأن هذا الإنسان الذي بذل كل هذه المرحلة العمورية يكون محل استشارة ومحل مراجعة وفي كل مهما كان الأمر يعني دقيقا كبيرا أم صغيرا لأن هناك تجربة كبيرة لابد أن تنهل من تلك العصارة من عصارة تلك التجربة ولذلك الناس الدول المتقدمة تقول هذا مجلس شيوخ ما معنى شيوخ يعني إشارة إلى ليس الشاخة بمعنى هارمة وانتهى لا شاخة بمعنى كبرى ونضج في تجربته وتعددت خبرته وتوسعت مجالاته فهذا لابد أن يعامل بالرعاية وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ما خدم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله من يخدمه عند سنه يعني أنت تقدم له خدمة معينة تصعده على الحافلة تتنازل له تكرمه في الصف في مركز بريد أو في مؤسسة كذا هذا كله أمور ودروب من دروب الخير التي لابد أن لا تحقيرها لأنها مهمة جدا أن يكون للإنسان معاملة خاصة تبين الوفاء وتبين البر بر آبائكم تبركم أبنائكم كما تبر الكبير وتعتني به وتعطيه حقه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل أحدهم المجلس ويسلم أو كذا أو يقدم شيء فيقول له كبر كبر ما معنى كبر كبر يعني إذا كان تبدأ تقدم طبق أو كذا مأكلات أو شاي أو كذا تبدأ بالكبير إذا كان ستسلم تبدأ بالكبير يسلم الصغير على الكبير فهذه كلها إعطاء قيمة للكبير ولا يعامل معاملة على أنه يقول لك يأكل في القوت ويستنى في الموت أو على أنه أيامهم معدودة ويرحل وعلى أنه ليس له دور انتهى دوره لا هذا غير صحيح بالعكس يعني الاستشارة والإشارة والحسن التدبير والأفكار النافعة حتى إذا قلنا بدنيا لم يعد قادرا عن القيام بتلك ببعض المهمات فإنه فكريا يكون منبعا خصبا وعينا ثرة ومصدرا نميرا وسيرا غزيرا لإعطاء النصح والوعظ والإرشاد والتوجيه هذه مسألة مهمة لذلك ليس منا من لم يرحم صغيرنا وقلت هذه مرحلة ضعف ربما تحتاجه مننا إلى ضرب آخر ولكن لم يعطي حق كبيرنا ومن إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم من إجلال الله يعني إذا كانت وقى الرب سبحانه وتعالى تحترم من شاب شعره يعني إنسان بلغ يقول رسول صلى الله عليه وسلم شاب شايبة في الإسلام يعني شاب قرنافي ماذا في العطاء وفي البذل فهذا يعامل معاملة الإكرام والإجلال والتبجير يقول من إجلال الله إذا كانت خاف ربي حقيقة تعامل المسن معاملة خاصة ولا يعني نستخف بمثل هذه الأمور وخاصة أن تدركون جيدا أصبحت هناك أمراض يعني موجودة من قديم ولكن هناك أشياء أخرى مثل زهايمر أو مرض الخرف أو كثرة النسيان قد يكون يعني كان مواضبا على صلاته ولم يعد يذكر يقول له اليوم رمضان يقول ماذا ما هو رمضان يعني هذا لم يعد حتى مكلفا لأن مناطق التأكليف هو العقل أو يكثر من النداء أو يكثر من الطلبات في هذه المرحلة بالذات يأتي الأدب النبوي خاصة مع الأبوين فلا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة لأنهما ربياك وأنت صغير وأنت لا تعلم مقدار التضحيات التي أسدوها والخدمات التي قاموا بها حتى تبلغ أنت ما بلغت لذلك لابد لنا من إجلال الكبير وإنزاله منزلته وإعطائه حقه وتبجيله وتوقيره وعدم وصفه بالأوصاف التي لا تليق مثل يقول هذه دار العجز هذه سيذهب إلا هؤلاء هم الأباء وهم الأمهات ويعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا نشكر يعني لابد أن لا ننسى فضل هؤلاء الناس الذين بذلوا وأعطوا من وقتهم ومن صحتهم ومن جهدهم الكثير الكثير ربي بارك في أنفاسهم ويطول أعمارهم إن شاء الله ويجعل كل القائمين عليهم من ألبرين بهم لأن كل مسن هو أب لنا وكل مسن هي أم لنا ولا تعامل إلا بالتبجيل والتكريم والتوقير اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تباركتنا ربنا وتعاليت إنه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والدال على الخير كفاعلة اشتركوا في القناة